اهلا بكم في نشرة بوابة اخبار اليوم ليوم الاسنين 17 فبراير ونبدأ باهم الانباء مصدر امنية بجنوب سيناء ترحيل جثامين ضحايا حادث طابة الارهابي الكوريين لبلدهم بعد تقرير الطب الشرعي اغلاق محطات البنزين بسيناء لدواعي امنية عقب تفجيرات طابة وزير الطيران الطائرة الاثيوبية تعرضت للاختطاف ولم تطلب الهبوط بمصر قضية زيناء تفتح الباب لمطالبات بتغيير قوانين حماية الطفل الحكومة تبدأ في اجراءات ترشيد دعم الطاقة واليكم مزيد من التفاصيل قال مساعد مدير امن جنوب سيناء اللواء محمود سامي انه سيتم ترحيل قتلى حادث طابة الارهابي وعددهم ثلاثة كوريين الى بلدهم كوريا الجنوبية بعد اعداد تقرير عن القتل من الجانب الكوري بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي عقب الانتهاء من معاينة الجثث اغلاق محطات البنزين بسيناء لدواعي امنية عقب تفجيرات طابة شهدت محافظة جنوب سيناء اغلاق معظم محطات البنزين المتواجدة بمداخل ومخارج المحافظة لدواعي امنية عقب التفجير الارهابي الذي استهدف حافلة تقل سائحين بمدينة طابة واسفر عن مقتل اربعة كوريين واصابة خمسة عشر اخرين وقد سمح بدخول الافراد فقط الى الاستراحات المتواجدة بالمحطات بعد تفتيشهم من قبل قوات الجيش صرح وزير الطيران المدني المهندس عبدالعزيز فاضل ان الاجواء المصرية تلقت استغاثة من قائد الطائرة الاثيوبية يفيد بتعرض الطائرة للاختطاف فوق الاجواء المصرية وقال ان ذلك جاء من خلال اشارة استغاثة ارسلت من كابينة الطائرة فيما لم يشر قائد الطائرة لاي مطالب او حتى اعداد المختطفين قضية زيناء تفتح الباب لمطالبات بتغيير قوانين حماية الطفل اكدت الامين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة دكتور عزل عشماوي انه يتعين اعادة النظر في مواد قانون الطفل لا سيما بنص المادة 111 جاء ذلك في تعليق لها على الحكم الصادر ضد قتلت الطفل زيناء بالسجن 15 عاما واشددت الامين العام للمجلس على ضرورة تعديل القانون لكي لا يصبح مدخلا لارتكاب الجرائم والاستفادة من العقوبات المخففة والاستثناءات الاجرائية بحجة ان المتهم لم يتجاوز عمره الثامنة عشر الحكومة تبدأ في اجراءات ترشيد دعم الطاقة قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس شريف اسماعيل ان الحكومة سوف تبدأ في اتخاذ خطوات فعلية لترشيد دعم الطاقة قريبا واضاف الوزير على هامش مشاركته في مؤتمر مستقبل وفرص الاثثمار في الطاقة الجديدة اليوم ان خطوات ترشيد الدعم سوف تستورك ما بين خمس الى سبع سنوات لتطبيق منظومة ترشيد الدعم بالكامل انتهت نشرتنا اليوم لمعرفة مزيد من التفاصيل والاخبار والمتابعات زوروا موقعنا الالكتروني www.achbarlyom.com ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة